السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا في الأيام العشر ومازلنا في أنوار السلام في شهر السلام آه شهر السلام احنا اخترنا ان رمضان شهر السلام وإحنا النهاردة يوم 22 رمضان والنهاردة عنتكلم عن سلام مهم جدا نعيش بيه لأن كلنا مفيش حد فينا إلا وبيبحث عن هذا السلام وبنتمدى ان احنا نعيش بيه عشان نقدر نعيش حياة سعيدة والسلام دا ممكن ناس كتيرة جدا جدا تدفع حاجات كتيرة عشان تقدر تحصل عليه والسلام دا ليه علاقة بسلام كنا تكلمنا عنه في التلت الثاني وهو تلت العايش مع الناس بالسلام اللي هي تلت الجنة اللي احنا النهاردة في تلت النجاة من النار والعتق من النيران السلام اللي احنا نتكلم عنه النهاردة هو سلام مفيش حد ممكن يقول انه هو مش محتاجه هو سلام الامان سلام الامان هو انك تعيش في امان الله ولو اتكلمنا عن الامان هنلاقي انه هو قيمة وشعور كلنا نفسنا نعيش به لان ربنا خلق الانسان بيحتاج للامان على طول مش بيحتاج للامان في وقت دون وقت ولذلك تسمع حديث الرسول اللي صلى الله عليه وسلم من بتأ آمنا في سربه بدأ بأول حاجة آمن في سربي عشان كده الانسان لما يعيش بالامان يقدر يعيش ويواصل حياته وينتج فيها ويعيش في حياته بشكل سليم لكن في بعض الاموم ممكن تعكر علينا وتعكر على الانسان انه هو يعيش بالامان زي ايه؟ زي بعض الافات الموجودة منها اافة واضحة اوي 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 وهي اافة التمسك بسرطة عن ذاتي التمسك بسرطة عن ذاتي بعض الناس متصوروا انه هو ملوش دعا بالامان لكن التمسك بسرطة عن ذاتي في كتاب الاحيين بتعمل لي تهديدات بتعمل لي مخاوف بتعمل لي مخاطر بتعمل لي حاجات تحديات مش موجودة بتعمل لي مجهول انا مش محطوط فيه بتعمل لي حالة من السوق هي مش موجودة وكل واحد فينا عنده تصور عن ذاته مش بالضرورة يكون على فكرة التصور ده صحيح بالعكس في أغلب الأحيان إذا كانت تصورات دي اتعاملت من شخص ما كانش حصل له تأهيل وما كانش حصل له تدريب إنه هو يتعرف على نفسه في الغالب التصور ده بيبقى تصوره مش صحيح لأننا للأسف مش بنفرق ما بين الجزء السابت اللي بيكون في هويتنا وبين وضعيتنا في الحياة يعني إيه وضعيتنا في الحياة الحالة اللي احنا بنكون فيها في المواقف وفي الأحداث المختلفة والوضعية دي ممكن تختلف من حدث لحدث ومن موقف لموقف ومن شخص لشخص زي مثلا أنا وضعيتي مع زوجتي دي ووضعية الزوج غير ما وضعيتي مع بنتي دي وضعية الأب فالوضعيات دي بتختلف وبتختلف معها حاجات كتير جدا جدا سورتنا عن ذاتنا ممكن تعكر علينا إن احنا نقدر نفهم وضعياتنا بشكل صحيح ففي فرق واضح بين هويتنا وبين وضعيتنا في الحياة فهويته هي الأشياء الجوهرية اللي بتميزني عن أي شخص تاني زي اسمي وشكلي وديانتي وقيمي ومعارفي ومهاراتي وخبراتي اللي اكتسبتها أما الوضعية فهي الأشياء العرضية اللي عندي يعني الشيء اللي ممكن يتغير أو يتطور زي وظفتي زي مستوى المادي ومستوى الاجتماعي زي مثلا بعض الأشياء اللي بتكون بيني وبين زوجتي ممكن كمان بتتغير وكذلك بعض الأشياء اللي بيني وبين أصدقائنا وعشان كده احنا لازم نتعرف إزاي نتعامل مع وضعيتنا عشان ما يبقاش متصورين إن وضعيتنا دي هي اللي بترسم حياتنا لأن بعض الناس مع كونة متغيرة بيخلوها هي الهوية وتعملوهم مشاكل كتير وعشان كده ما حسوش بالأمان ترجمة نانسي قنقر